بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدس 172 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان مقادير الديات الديات الأنفس وديات الأعضاء وديات الجروح وديات المنافع انتقل إلى من تكون عليه هذه الديه فالديه إن كانت دية عمد فهي على الجاني بناء على الأصل أن الجاني يتحمل جنايته لا يجني جانٍ إلا على نفسه وأما دية شبه العمد والخطأ فإنها تكون على العاقلة من هم العاقلة؟ هم الذكور من العصبة هم الذكور من عصبة الجاني سموا عاقلة لأنهم يحملون العقل وهو الديه الديه تسمى عقلاً لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها عند باب المجني عليها أو أوليائه يعقلون الإبل إبل الديه عند باب مستحقها فسميت الديه عقلاً وقيل سميت الديه عقلاً لأنها تعقل الإنسان من أن يعتدي على غيره تعقله أي تكفه من أن يعتدي على غيره وتحميل العاقلة وهم ذكور عصبات الجاني للديه هذا من محاسن الشريعة لأن الخطأ يكثر فلو حمل المخطي أثر جنايته لشق ذلك وأجحف به نعم فمن باب التعاون يكون أقرباؤه يتحملون هذا وهذا من باب التعاون ومن باب ما يسمونه بالتضامن وأيضاً لما كان هؤلاء العصبة يريثونه لو كان له مال لو مات وله مال يريثونه نعم ويأخذون ماله فحملوا الدية دية الخطأ وشبه العمد في مقابل أنهم سيرثونه لو مات وكما يقال القاعدة الغنم بالغرم فالحاصل أن هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة الحمد لله نعم قال رحمه الله عاقلة الإنسان عصابته كلهم عصباته كلهم عاقلة الإنسان عصباته الذكور كلهم من النسب والولاء لأن العصبة على قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالولاء وهو العتق فكلهم يتحملون عن الجاني في الخطأ وشبه العمد نعم قال عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه يعني قريبهم من الجاني كأبيه وابنه وأخيه أو بعيدهم كابن العم وابن ابن العم وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين فإنهم يحملون الجناية ما داموا من العصبات قريبهم وبعيدهم حاضرهم في البلد وغائبهم عن البلد لأنه لا تأثير لغيبته لأنه لو مات لورثه ولو كان غائباً فكذلك إذا حصل غرامة فإنه يتحمل نصيبه منها ولو كان غائباً حتى عمودي نسب هم فيهم خلاف وحتى إشارة إلى الخلاف وعمود النسب هم الآب والأجداد من قبل الأب والأبناء وأبناء البنين وإن نزلوا هؤلاء هم عمود النسب فيدخلون في العاقلة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل على تحميل العاقلة لدية الخطأ أو شبه العمد أن امرأتين اقتتلتا يعني تضاربتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة قال ولا عقل على رقيق وغير مكلف أولاء الرجال الذين ليس عليهم عقل الرقيق وهو المملوك لأنه لا يملكه ولو ملك فماله لسيده فلا يحمل شيئا من جناية قريبه لو جنى خطأ أو شبه عمد وغير مكلف كذلك غير المكلف العاصب غير المكلف كالمجنون والصغير ليس عليهم عقل لأنهم ليسوا من أهل النصرة نعم ولا فقير ولا يحمل العصب هذا الفقير شيئا من الديه لأن العقل إنما هو من باب المواساة وهذا الفقير ليس عنده شيء يواسي به نعم ولا أنثى ولا يجب العقل على الأنثى ولو كانت عصبة بالغير أو مع الغير أو وارثة بالفرض ليس عليها عقل لأن المرأة ليست من أهل النصرة نعم ولا مخالف لدين الجاني وكذلك لا يحمل المخالف لدين الجاني شيئا من العقل لأنه ليس من أهل النصرة فلا عقل بين مسلم وكافر أو بين يهودي ونصراني لأنه لا توارث بينهما ولا تناصر بينهما نعم ولا تحمل العاقلة عمدا محضا العاقلة إنما تحمل الخطأ إنما تحمل الخطأ وشبه العمد أما العمد المحض فإنها لا تتحمله لأن الجاني غير معذور والأصل أن الضمان المتلف الأصل أن الضمان المتلف يكون على المتلف نعم ولا عبدا ولا تتحمل العاقلة دية العبد لأن العبد مال كما لو أتلف قريبهم كما لو أتلف قريبهم مالا كأن أتلف مواشية أو أتلف قماشا أو أتلف شيئا أو زرعا فإنه هو الذي يتحمل الغرامة ولا دخل للعاقلة في ذلك لأن هذا مال والعاقلة إنما تكون في ديات الأنفس نعم والعبد إذا جني عليه خطأا فإنه مال فلا يتحمل العاقلة الجاني شيئا لأنه ضمان مال نعم ولا صلحا كذلك العاقلة إنما تتحمل الدية المقررة شرعا أما ما وجب بالجناية من باب الصلح بين الجاني وبين المجن عليه أولية فإن العاقلة لا تتحمله لأن هذا شيء التزم به هو فلا تحمله عنه العاقلة إنما تحمل العاقلة ما ألزم به الشرع نعم لكن لو أن أحد من العاقلة استعد بذلك يكون مشكورا مأجورا هذا الكلام في الوجوب والإلزام الكلام في الوجوب والإلزام أما التبرع هذا باب آخر نعم قال وَلَا اَعْتِرَافًا لَمْ تُصَدَّقْ بِهِ لم تُصَدِّقْ بِهِ وَلَا اَعْتِرَافًا لَمْ تُصَدِّقْ بِهِ نعم في عدم تحملها لذلك نعم السلام عليكم قال رحمه الله فصل من قتل نفسا محرمة خطأا مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة هذا الفصل لبيان الكفارة نحن قولنا إن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهل يبقى الجاني ليس عليه شيء لا ما يبقى ليس عليه شيء بل عليه الكفارة عليه الكفارة والكفارة مأخوذة من الكفر وهو التغطية لأن الكفارة تغطي الذنب وتستره نعم السلام عليكم قال رحمه الله من قتل نفسا محرمة خطأا من قتل نفسا محرمة نعم من قتل نفسا أما فيما دون الجناية فيما دون النفس ليس فيها كفارة وإنما الكفارة تجب بقتل النفس نعم محرمة محرمة يخرج من قتل نفسا غير محرمة كقتل الباغي والقتل في الحد كرجم الزاني والقتل في القصاص القتل المأذون به شرعا نعم فليس فيه كفارة لأنه مأذون به شرعا وكذلك القتل في دفع الصائل لو أن أحدا صال على أحد فالمصول عليه قتل الصائل فلا شيء عليه لأنه من باب الدفاع عن نفسه نعم خطأاً خطأاً أما العمد ليس فيه كفارة قتل العمد العدوان ليس فيه كفارة لأن الكفارة لا تكفره ولا تذهب بآثره وإنما على القاتل التوبة عليه أن يتوب إلى الله توبة صحيحة وأن يمكن من نفسه بالقصاص حتى يأخذ العدل طريقه فيتوب إلى الله ويمكن من نفسه للقصاص هذا الذي في العمد وليس فيه كفارة إنما الكفارة الخطأ والأصل فيها قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفوراً رحيماً فقتل الخطأ إذا كان المقتول مسلماً فكفارته تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين وإن كان المقتول مسلماً وهو من قوم كفار إن كان مسلماً وهو من قوم كفار قتل في صف الكفار وقت القتال وهو مسلم فهذا ليس فيه دية لا تدفع الدية للكفار ولكن فيه الكفارة فقط إذا قتل مسلم بين كفار أو في صف الكفار فإنه ليس له دية وإنما فيه كفارة فقط وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية ولم يذكر دية وإن كان من قوم هذا النوع الثالث وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة هذا في المعاهد من قتل معاهداً يدفع الجزية للمسلمين فإنه أو معاهداً ليس عليه جزية كالمهادنين من الكفار والذين جرى بيننا وبينهم عهد أو دخلوا بلادنا بالأمان فهؤلاء يجب فيهم الأمران يجب دية لأهله والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين إذن المقتول خطأاً ثلاثة نوع المسلم وهذا فيه الدية هو الكفارة المسلم من الكفار أو المقتول مع الكفار فهذا فيه الكفارة فقط الثالث المعاهد هذا فيه الدية والكفارة نعم قال مباشرة أو تسبباً إذا قتله مباشرة بأن عمل عملاً ترتب عليه قتل إنسان كأن أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً كما سبق أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً أو يقود سيارة فدهس إنساناً هذا مباشرة هذا قتل بالمباشرة يعني مترتب على فعل الجاني لكن الجاني لم يقصد هذا يقوم من باب الخطأ فهذا تجب فيه الكفارة أو تسبباً أو تسبباً بأن حفر حفرة في الطريق فسقط فيها إنسان أو شهد على إنسان بالقصاص وهو شهادة زور كاذب في ذلك فهذا أيضاً متسبب في قتله هذا يجب فيه العمل يجب فيه القصاص كما سبق يجب فيه القصاص كما سبق لكن لو حفر حفرة في طريق أو بئراً في طريق ولم يضع عليها سياجاً فسقط فيها إنسان هذا بالتسبب فيكون على الحافر الكفارة نعم قال فعليه الكفارة فعليه الكفارة سواء قتله مباشرة خطأاً أو قتله بالتسبب عليه الكفارة والكفارة كما ذكرنا هي عتق رقبة مؤمنة بشرط أن تكون مؤمنة فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ولم يذكر الله خصلة ثالثة كما ذكر ذلك في الظهار أنه يطعم ستين مسكيناً هذا لم يذكر في آية القتل فدل على أنه لا يكون فيها إلا خصلتان وهما العتق أو الصيام والصيام يكون شهرين بالرؤية أو بالعدد نعم بتراء الهلال أو يعد ستين يوماً إذا كان يرى الهلال هو بنفسه فإنه يصوم بالرؤية بالهلال وأما إذا كان لم يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين يوماً نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم القسامة أخوذة من القسم وهو اليمين والقسامة تشرع إذا قتل قتيل ولم يعلم قاتله إذا قتل قتيل ولم يعلم قاتله قاتله وادعى أولياؤه على شخص أنه قتله ادعى أولياؤه على شخص أنه قتله وليس لهم بينه ولم يعترف المتهم ليس لهم عليه بينه ولم يعترف المتهم لكنهم ادعوا عليه فهذا ينظر إن كان هناك لوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول لوث يعني علامة أو قرينة اللوث هو القرينة الدالة على صدق المدعي فإذا كان هناك لوث وهو العداوة التي تكون بين القاتل والمقتول فإنها تقام القسامة تقام القسامة بأن يطلب من المدعين أن يحلف خمسين يمينا أن فلانا هو الذي قتل هو الذي قتل قريبنا نعم يحلفون خمسين يمينا توزع على العاقلة على عاقلته فإن أبى المدعون أن يحلف خمسين يمينا فإنها ترجع الأيمان على المدعى عليهم فيحلفون خمسين أنهم ما قتلوه ويبرؤون بذلك أما إذا نكلوا أبوا أن يحلفوا أو أن المدعين حلفوا خمسين يمينا وجب القصاص فيقاد لهم والأصل في ذلك أن رجلا من المسلمين قتل في خيبر قتل في خيبر وخيبر بلاد اليهود وهم عدو للمسلمين فادعى أولياء القتيل أن الذي قتله هم اليهود وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحلف خمسون منكم على رجل منهم نقوده لكم برمته قالوا ما شهدنا ولا رأينا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا قوم كفار يعني لا نرضى أيمانهم فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال هذا هو الأصل في القسامة قصة خيبر نعم حسن الله هو أن يكون أن يكون فيه عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوة المدعين نعم كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر نعم فإذا قتل قتل بين قبيلتين بينهما عداوة فهذا فيه قرينة على صدق الدعوة نعم فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ إذا كان ما فيه لوث الدعوة عليه أنه قاتل ولا فيه عداوة فإنه يطلب منه يمين واحدة يبرأ فإذا حلف فإنه يبرأ نعم كسائر الدعوة يبين على المدعي واليمين على من أنكر نعم ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم القسامة خالفت سائر الدعوة في أنه يبدأ بأيمان المدعين الدعوة الأصل فيها أن اليمين على من أنكر على المدعى عليه وهنا صارت اليمين على المدعين بقوة جانبهم نعم فيحلفون نعم فيحلفون خمسين يمينا يحلفون خمسين يمينا توزع على عددهم كل واحد يتحمل من الأيمان بقدر عددهم فيحلفون خمسين يمينا يعني يحلف من ادعى أن هذا هو القاتل أن هذا هو القاتل لو أن عشرة من القبيلة ادعوا يتقسم عليهم الخمسين نعم إذا كان المدعون عشرة تقسم عليهم نعم قال 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 فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كان نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ نعم يشترط في المدعين أن يكونوا ذكورا فإن كان فيهم نساء فلا تحل في النساء في القسامة وإنما توزع على الذكور بقدر عددهم ولو كانوا قليلين كل يتحمل بقدرهم فإذا حلفوا يسلم لهم المدعى عليه يسلم لهم ويقاد لهم به وإذا أبوا أن يحلفوا فإنها ترد الأيمان على المدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون ولو كان مدعى عليه واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود ولو كان المدعى عليه واحدا يحلف خمسين يمينا نعم قال فإن نكر الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين إذا كان المدعون نساء كلهم وليس فيهم رجال فلا تحلف النساء وإنما ترد الأيمان إلى المدعى عليهم نعم قال حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ نعم خمسين يمينا أنه ما قتل ويبرأ بذلك نعم حسن الله إليكم وجزاكم خيرا إخوة المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته